وفي حاجات كتير جداً كسبناها لا تقل أهمية عن إن إحنا كنا نكسب اللقب أولاً حالة التكاتف، اللمة، الجماهير اللي بقت في ظهركم وبقت مؤمنة بيكم وبقت مبسوطة بيكم وبقته الحقيقة تستحقوا ثقة الملايين من عشاء منتخب مصر ده مكسب كبير جداً جداً ودافع مهم جداً لللي جاي حالة الانسجام والتناغم، خدوا بالكم في لعبة في مطشاط البطولة دي أول مرة تلعب جنب بعض يعني عمر كمال مع محمد عبد المنعم، مع أحمد فتوح، مع عمر مرموش الناس دي مقابلتش بعض قبل كده الناس دي جمعت في البطولة ويلا نلعب فاخدوا بالكم الانسجام كان غايب، الحالة اللي ظهرتوا عليها الروح طبعاً مكسب محدش يختلف عليه شخصية المنت، أحساسكم بتقل التيشرت اللي انت لابسه أحساسكم بالسبع نجوم، كل دي مكاسب وأهم من كل ده أن نبني عليها في اللي جاي والسؤال حقيقة مش بسأله بس اللعبة المنتخب أنا بسأله لكل لعبة مصر أي حد بيلعب كورة في أي نادي في مصر حلمك في إيه في كاس العالم؟ مش عايز تروح كاس العالم ولا لأ لأ، نفسك تعمل إيه؟ نفسك تقدم إيه في كاس العالم؟ ده السؤال اللي احنا محتاجين بجد الناس كلها تجاوب عليه ومش لعيبة بس وأجهزة فنية وبتالي مستر كيلوش على إنه يبزل لأنه ممكن كمان البطولة طبعاً اتحاد الأفريقي يعني أهم مبدأ من مبدأ المنافسة في أي شيء وخصوصاً في الرياضة هو فكرة تكافؤ الفرص وحتى تكافؤ الفرص في البطولة دي ما كانش موجود سواء كنت بتكلم على التحكيم اللي كان ضدنا وشوفنا ده ظاهر بشكل واضح وصريح في مباراة المغرب وشوفناه وتكرر في مباراة الكاميرون ولكن كمان في التوقيتات كان من النفترض جداً أنه اتحاد الأفريقي يفكر عشان يدي أو يتيح فكرة تكافؤ الفرص لمنتخب مصر والسنغال أنه منتخب مصر ولعب تقريباً 90 دقيقة زيادة على منتخب السنغال ياخد حقه في يوم إضافي زي ما طلب الجهاز الفني ولكن ده ما حصلش أنتوا لعبتوا ضد كل الطيارات أو مش طيارات دي كلها ومع ذلك أجدتم مباراة أنا حاسس باللعيبة في الملعب بازلين مجهود بدني غير طبيعي غير طبيعي حمل بدني في فترة أسارة جداً مفيش لعب الحقيقة يستحمله ومع ذلك الحقيقة يقفوا على رجلهم 120 دقيقة لكن ده ما يمنعش أننا عندنا شغل كتير جداً على مرحلتين مرحلة قبل 23 و 29 مارس ودي محتاجين فيها نتحرك بسرعة كل لعيب كل فريق كل جهاز فني عندنا شغل كتير منتخب مصر آه أبطال وقدموا أداع عظيم جداً لكن ده ما يمنعش أننا عندنا قصور لما نواجه فريق عنده من القوة ومن السرعة ومن الأقل بدنياً لتسمح له بأنه يضغطنا بنواجه مشكلة الناحية الهجومية عندنا محتاجة شغل كتير كل ده ممكن يحصل وكل ده نقدر عليه وفي الخمسة واربعين يوم دول نقدر ننقل نفسنا نقلة كبيرة جداً بإذن الله قبل ما نروح لمواجهة السنغال ويمكن ربنا مخبرنا حاجة كويسة في 2010 منتخب الجيل الزهبي زي ما بيسموه اللي خدت ناتة أفريقيا وربعة خسر مشوارة أو فرصة التأهل تذكارة التأهل لكاس العالم وكسب في مقابلها بطولة أفريقيا محدش عارف وفي النهاية بتهالي تولد دفع جديد عند لعبتنا إن شاء الله أنها توصل لكاس العالم وهرجع عليكم بقبل البطولة لأنه محدش كم الثاني مصر توصل نهاية ومحدش كم الثاني مصر توصل حتى دور قبل نهائي أنا بتكلم على مقدمات شوفناها في بطولة العرب ومقدمات شوفناها في مرحلة المجموعات وكان كل الناس وأغلب الناس شايفها وحتى بما فيهم مستر كارلوس كيروش كمان أكاد أجزم يعني بنسبة 90% ده أظنني يعني رأي الشخص يعني وأتحمل مسؤوليته إنه الرجل كمان ما كانش بصص للبطولة وكان واخدها فرصة عشان يجرب ويحضر نفسه للمرحلة المهمة اللي هي إنه يروح بنا كاس العالم فبالتالي في مكاسب كتيرة جدا 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 نحمد الله عليها ونتمنى إن شاء الله إن احنا نستغل الدفع ونبني على نفس الحالة اللي حصلت فيه الكاميرون عشان نوصل بإذن الله معاكم لكاس العالم وقدرين أثبتتم بالدليل قاطع لنفسكم والغيركم ولينا إنكم تقدروا الحقيقة تاخدونا وتروحوا بينا في حتة